دي اناي مساء الخير مؤتمر سادر الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني هو احد اهم الركائز اللي اليوم يعتمد عليها لبنان للخروج من الازم الاقتصادي اللي مارئ فيها المؤتمر هو مؤتمر استثماري عربي اوروبا واممي حصل برعاية فرنسية تقريبا مباشرة تم الاتفاق فيه على مشاريع استثمارية بلبنان لسيما بالبنية التحتية بقيمة تفوق 11 مليار دولار بظل الحاجة الماسية لهالمؤتمر اللي برجع بقول اوروبا وتحديدا فرنسا تلعب فيه دول استراتيجي ارر الرئيس اللبناني من بين كل الشخصيات الدولية يستقبلها الرجل رئيس عون التقى وزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزولية الذي نقل اليه رسالة شفهية من الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو تناولت الاوضاع الراهنة في فنزولا رئيس عون التقى وزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزولية خرخي ارياسا وتم خلال اللقاء التداول في العلاقات اللبنانية الفنزويلية وأوضاع اللبنانيين والفنزواليين المتحدرين من أصن اللبناني ودورهم في الحياة العامة في فنزويلة من بين كل الناس اللي ممكن يستقبلها من بين كل الخطوات اللي ممكن يقوم فيها الرئيس اللبناني مثلاً لدفع مؤتمر سادر قدما قرر يستقبل وزير خارجية مدورو ما فهمي لا واللي هيدا موقف العالم منه فور اعلان خوان جويدو رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه رئيساً لفنزويلة بالوكالة للبلاد اعترف رئيس الامريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة واصفاً حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالحكومة غير شرعية اعترفت كله من بريطانيا فرنسا إسبانيا وألمانيا والسويد والنمسا برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جويدو البرتغال تعترف وتدعم رئيس الجمعية العامة الفنزويلية السيد خوان جويدو والدنمارك وهولندا إلى الاعترف بزعيم المعارضة خوان جويدو رئيساً مؤقتاً للبلاد البرازيل تعترف بسيد خوان جويدو كما اعترفت كله من كولومبيا والبيرو وكندا بجويدو رئيساً بالوكالة لفنزويلة يعني تقريباً في إيران وسوريا وموسكو وكوبا بس ما اعترفين فيه من بين كل دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية لبنان اللي بده مساعدات من أوروبا وبعد تزرع التعبير تقريباً عم يشحد من أمم العالم رئيسه بكل أريحية بده يستقبل سفير نظام مقاطع من أغلبية دولية هو عايزها لا يأكل ويشرب طب وين المصلحة؟ وين؟ ربما لك سبحان الله ربما يكون في مصلحة لبنانية خاصة ربما هذا شأن سياد لبناني في حسابات سيادي لبنانية خاصة عال شو جاي يعمل الشاب الحلو؟ وزير خارجية فيزويلا في بيروت قبل التوجه إلى دمشق سوف نعبر خلال زيارتنا إلى سوريا عن إعجابنا بالرئيس بشار الأسد ونضاله وبطولته وزير خارجية مدورو جاي على لبناني يخبرنا أنه طالع على الشام يشيد بنضال بشار الأسد هذا طبعا مصلحة لبنانية تستوجب أنه رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية مدورو حفلة نضال أممي إلى أول ما إلى آخر هنا في اللقاء التضامني مع فانزويلا تحدث الحلفاء بلا قيود دبلوماسية ممثلون عن أحزاب وقوى المقاومتين اللبنانية والفلسطينية سفيراء سوريا وكوبا لآت كثيرة للسياسات الأمريكية أطلقها أريانسا في هذا الاجتماع وكل هذا برعاية الكماندانتي الأممي الرئيس ميشيل عون بس الحقيقة الوضع لك كمان بيحتمل الاحتفال فيه مادة عظيمة الاحتفال بالمنجز الفانزويلة بالأسطورة الفانزويلية طويلة هي طوابير الفانزويلين يعاني السواد الأعظم من الشعب ساعات يوميا من أجل الحصول على طعامه تشير استطلاعات للرأي إلى أن ثمانية ملايين فانزويلين الآن لا يحصلون على وجبتين في اليوم بينما لا يستطيع تسعون في المائة منهم شراء كامل احتياجاتهم الغذائية في سبتمبر الماضي كان بالإمكان شراء 24 علبة بيض بما يعادل راتباً واحداً أدنى الآن هذا الراتب يمكن من شراء علبة واحدة ومين أفضل حداً يحتفل بأممية الطوابير اللي مش لاقيه أكل وشرب غير سوريا الأسد وإيران خامنة هيدا الطوابير الإيرانية اللي مش لاقيه بيض وهيدا الطوابير السورية اللي مش لاقيه غاز كلها تحتفل بفنزويلة الطوابير اللي مش لاقيه شي لا بنزين ولا غاز ولا خبز ولا بيض ولا شي أممية طابورية ارتقى الكماندانتي الرئيس اللبناني مش العون إنه لبنان إله مصلحة يكون جزء منه إله مصلحة يستقبل وزير خارجية مدورو بالوقت اللي كوكب الأرض ما بقى ما اعترف فيه غير موسكو لأسباب خاصة نكايب الأمريكيان ونكايب غير حدا وإيران وصوريا وكوبا وبعض الشخصيات الأممية المهمة الإعلامي عبد الباري عطوان رأى أن الرئيس مادورو هو الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلة الإعلامي بيير أبي صعب غرد إلى الأمام رفيق مادورو صفينا عندك بيير أبي صعب والكماندانتي الرئيس ميشيل عون من اللي معبطين معربطين بالجمهورية البوليفرية الفنزويلية كوماندانتي ميشيل عون هيدا لبنين إلى اللقاء اشتركوا في القناة